ولما رجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال بي سما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الأنواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قالت لهم إن القوم استطعتوني وكادوا يقتلوني فلا تشفت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولدخي وأدخلنا في رحمتك وأمت أرحم الظالمين إن الذين اتقذوا العجل سيلا نغطهم من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المهترين والذين عملوا السيئات ثم تأموا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور راحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواع وفي نسختها هدى وفي نسختها هدى ورحمة للذين لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا من قاتلا فلما أخذتهم الرجل فتقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وفيا فترهيك لابها معنى الصفحاء وقام منا إن هي إلا فتنتك تطل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا وتطفل لنا ورحمنا وأنت خير رابرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذاب المصيق به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب عن الذين يتقون ويرتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول الذين الأممين الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأخوهم في المعروف وينهامهم عن الأنجر ويحلو لهم الطيبات ويحلم عليهم الخدائم ويضع عنهم إصلاف الأغنال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزهم ونصروا واتلعوا النور الذي منزل معه أولئك أولئك هم المطلقون قل يا أيها الناس من رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأممي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر